تضحيت بفكرة ان انت وشك متوازن حلو يعني لا طبعا طبالة انت لو ضحيت ديها هتاخد في مقابلها حاجة صاروخية قول لي مثل يعني خف الدم سيني رغاني لا عايز اتفرج عليه واحد حاجة يعني ايه يعني انا هتفرج عليه يعني انا هتبسط لا اقصد حاجة خف الدم بنفس خف يعني نفس الدرجة دي من خفة الدم هابقى صاعد ككر هابقى طالع معها البطل تفريد معاك الموضوع ده ها حسب مين انت انت رقم عشر في نفسك اه ايه ده انا الرقم عشر في كل حتة في الايام الجامعة وايام الرقم عشر حلوة ومش حلوة بص يعني انا احب الناس تعتزل نفسها بس ليها خطورتها برضي ليها خطورتها جدا بس برضو خلي بالك وبتحرمك من حاجات حلوة تخيل بقى عملك فكرت فيها كده ان الرقم عشر دي بتحرمك ساعات من اوقات حلوة انا ما عنديش مشكلة خلص انا مشكلة عند الان انت في السوق في مصر غير السوق بر انت السوق بر لو انا عايز العب حاجة مع عمر متولي دولاتي وانزل العب مع لعبة ما خلاص والله غير السوق يا كريم في الحياة لو المنتالت بتاعتك كرد حوالين النقطة دي يبقى هتأثرت في حاجات تانية بمعنى ايه بس انا في ايه مصدق انا شخصيتي مش عبيضة صراحة يعني ايه غير السنة بس انا لازم هيجي لي وقت كل شيء يقولك ما تسوق ما تقرر انت ما تسوقني يا عم يا عم انت النهاردة بس انا مش عامل حاجة انا النهاردة معدوم الشخصي كده انا ازهق ما اقدرش افضل العب بنفس ليه مواقف بتتغير وزول بتغير وانا مودي بتغير واللي احنا بنعمله بتغير فسياتي مش شغل في الحياة خب بالك من انك تبقى على طول رقم عشر انا قلبتاها جد اوي بس يعني بس انت صح والله ومتعبة طول الوقت متعبة محتاج ساعات ارجع رقم 6 البراشر بتاع رقم عشر غلص طول الوقت ومعندينا في مصر المصريين يعاني سخافتهم في الشغلانة بتاعتنا للأسف يعني متخيلين ان انا لو رقم عشر وفاجأة رحت رقم 8 مع حد ورجعت تبقية رقم عشر مع ذات لا يا حبيب تيش حاس مكان بس هو لعمل تعلم الامريكان الغلاوة بتاعتك عند الجمهور اللي بتحدد وحلاوة الشغلانة يعني ايه العمل اللي انت عامله هو اللي هيحدد انت رقم كام اصلا بس انت لو جبت دلوقتي ايه ما معشور احسن لايكونا في مصر حاليا حاليا صح في وقت تزيل الحلقة انا بقولها لكم هو اتنين وعشرين لو جيت ريكا ريكا الهل بس اتنين وعشرين لانت ريكا في حتة تانية اوكي ففين تريكا بقى فانا ابقى مع امام عشر ساعت فهمت حاجة؟ يعني حتى لما بقى رقم ثمانية بقى رقم ثمانية مع رقم عشر جنت ما بقاش رقم ثمانية مع سايد الحلي وصلت الفكرة طبعا لا 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 ما اختلفناش خصوصا كمان ان انت المنتجين هنا دلوقتي يقولك يا عم ما انت نزلت تحت مش عارف مين طب انا مش هارجع تانية انا كنت اعملها عشان اتبسط لا وبعدين احنا مفيش حد فينا عشان بردو ننجز مفيش حد فينا احمد زاكي محدش فينا عدل امام محدش فينا سامير غانم مم مم لفلات غلصة شوية لفلات صعبة قوي جيل صعبة جدا لا تتكرر ما الحوش فحاول تشوف انت منطقتك ايه وتتركز فيها وتتحاول تطور نفسك يلا يا عم نبدا اللعبة دي اللى انت اقترعتها انت قولي تشكيلة وهو فريق من كرة الستات المشهورية هتوقف مين جول انت هتلعب الاول خطة ايه انا هلعب اربعة خمسة واحد انا عايز انا عايز في النص أورجي أنا عايز حفلة مجنة صحيح له ألا أبدا جدا جدا وهستأذنك هلعبها مع ايه ديف تاني بصورك تسميها باسمي هسميها باسم هراسة المرمى أنا هنا هضحي قلبي وغرائزي وهفكر في مصلحة الفريق وأقول ويزو نقفل الجون بعد كده نبدأ نفكر وعفلت الجون خالص انتهى شهاشي احنا عايزين نكسر برائز صحا كده قلبين الدفاع ليلة فوزي الله ده انت عايز غزال اه ليلة فوزي انا عايز الطول الغزال اللي هو الستايله حلو وره ده وهاخد من عصرنا ده أروى بودة فاللي هما الميكس بتاع روني ربيعة ومحمد عربيناء اه محمد متوالي لو أروى ومعندهش صليب ده البين الدفاع الباك الشمالي ده من دايما مراكز المحببة بيبقى قصير ومندملك الى قلبي بالظبط انا عايز ننوس باك الشمالي لان ننوس هتعدي في كل كورة وهلبسها قصير مين ننوس ننسي عجر اه لا انا يقول لك باك الشمال محترف خب بالك ده انا هخليها تسيب بالباو اوفس دي خلي بالك دي مش هترجع تساعد يا باشا لو عايز نانا ده انت تساعد ده انت تساعد ماشي باك لفت حاج ماشي الباك الرايت انا عايز حاج يضمن لي انه يدافع وقت ما يعوز وهاجم وقت ما يعوز وشغال في كل الخطط ميرفت امين باك يمين واسغر ولا هكبيرة في السن اللي هي عايزها ميرفت امين انا ممكن اتجاوزها دلاتي واحسل لها الموعين وانا والله لا نخلي بالك اكتر ممثلة بحباه شكل اميرفت امين مش ممكن حلاوة فظيحة لحد ما كبرت فعلا وهي كبيرة امر وهي زبارة امر بقى مش ده الباك اللي مين هاف دي فندر هتلعب باثنين هاف دي فندر واحد قدامه سنترين ثمانية عشان دول اللي هاملوا مجهود هاف دي فندر وانا بحطير للمركز ده ومن عشاء باتريك فييرا اصلا انا ااخد ساوسن بادر في سن متوسط لان انا شايفها ومفصلة عظيمة ومزة جدا لان انا طول حياتي شايف ساوسن بادر دي مزة وامر طبعا فلنصب ساوسن عشان خبرة وتقدر تقفل لك اللي بزات وفي نفس الوقت لو احتاج التتواصل مع حد من البنات هتعرف فهم واظنك مش محتاجة افسر انت هتقول لي كابتن الفريف الاخر ها طبعا التمانيتين اللي قدام ساوسن هايبقوا عندهم فزيكل بريزمس وسرعة وخفة لان انت عايز تروح انت عارفش ان هتلعب بالجناب وإلا هلعب بالجناب جامل انا هلعب بالجناب جامل وخايف انا اللعبة دي موضطراني جدا انا خايف انسا اسم انا عايز احط ما انا عارف بس اخدموا بقنتك التمانيتين هما هند رستب وهتستغربني شوية ساني ماحتاج واحدة بلدي تسند عشان المطشوط الصعبة اللي برا في افريقيا نورة اخت بوسي الكبيرة رؤة فاكر رؤة انا محتاج رؤة في الفعيدة حلوة حلوة ده لان احنا في المعسكر معنا شيشة بطلك شيشة محتاج رؤة اوي عشان اعمل خطة محتاجين رؤة محدش فكر فيها عصاب الله عبدالله عمد كتير ماشي وهناخد بقى الوينج اليمين والشمال والمهاجم الودان دول اصحى ثلاث مراكل المركز المهاجم الاسترايكر اللي بيعمل كل حاجة في الكرة وكلكم تخدموا عليه ولو هو وحش مش هندايقه مونيكا بلوتشي ماشي انت جايب محترف ام بره ماشي اللي بيقرر مش انت ده مش صوت عمر مش صوت عمر كل ده مش عمر ده جزء من عمر عمر كبير مونيكا بلوتشي دي الانسة الاجمل منذ بدء الخليقة هو ده المانيول يا جماعة المفروض اللي بقى ماشيين عليها ده بداية النولة بيضة انا حاليا ليش خلاص يمنها سلمة حيك بس سلمة كلي بالك مش تبقى سريعة اقول لك الحاجة انا اسف يا ويسو هتقاضي دك طبعا اه في ثانية طبعا هتقاضي هتدلك معنا البنات طبعا وتزبطي لهم العضم والعضل وهناخد سلمة حقيقة سلمة حقيقة عشان تبقى لو هتروح رد برافو عليك من غير ما هنوصف خلاص الناس يعني وياريت يا رامز الصورة عشان تبقى لو ده المبتامل لتنور شماية الفاضي اللي بس واحد انت عايز واحدة شمال ايه ده برافو عليك انا هاخد واحدة اللي عملت البرستيوت في السلمة المصرية حلو هاخد هوكر لذيذة مين الاز فنانة عشان انا عايز واحد دماء خفيفة انا خلاص احنا جنسيا الفريدة تمام احنا عايزين حد دحقنا عايزين حد دمه خفيفة انا عايزين حد دمه خفيفة ناخد سرير البابلي يعني ولا عباوز مود المعسكر اصخب بالك يا جاي التجنس مهم عندي اول اه انا مش دايكبت ان ايمن عبعزيز انا بجيب دكتور نفساني اوكي اه خلي بالك سهير البابلي هاتبقى سريعة ولكن اعتقد اعتقد لا مش مع الفرق يعني طيب دحنا ناخد واحدة بسرعة لا قول انت بقى دي فرقيتك عادي انت انا اقول فرقيتك عادي طيب ممكن اسيب المركز ده لحد لو افتكرته و هنسابه بلوقتي شواي اقولي الاسترايكر اه اقولت مونيكا بولووشي خلاص رقم 10 بتستوتة باتستوتة